فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية ولهذا كانوا يقولون لمن يستغلظونه إنك لأعرابي جاف إنك لجلف جاف يشيرون إلى غلظ عقله وخلوقه ولهذا الناس إذا انتقدوا شخصا قالوا إنك لأعرابي أي فيك من طبيعة الأعراب جاف لأن من طبيعتهم الجفاء والجفاف في الطبع والغلظة فصارت الأعرابية مذمة في الجملة نعم نقول جاف أو جاف أو كلهم جاف قالوا إنك لأعرابي جاف جاف يعني حذفة الياء من جفاء من أجل التخفيف نعم